تمدد عمرانية وتوسع في المدن وتطور في مباني وأبراج وشبكة طرق حديثة وجسور جديدة ومشاريع عديدة رؤية لكويت 2035 بمزيد طاقة للكرباء والماء ونصيب من التنمية مشاريعنا دائما تتوافق مع أيضا النمو اللي قاعد يصير في الطلب على سواء كان الإسكان وكلنا نعرف اليوم أن القضية الأساسية اللي اجتمعت عليها السلطة التنفيذية والتشريعية وهي القضية الأولى هي القضية الإسكانية كلنا نعرف أهمية وجود سكن خاص لكل واحد فينا كل واحد فينا لما يتزوج وتكون عنده أسرة طموح أن يكون عنده سكن خاص لذلك احنا في الوزارة مشاريعنا دائما تتوافق مع الإخوان في الموثل عام الرعاية السكنية وبلا شكل قطاعات الأخرى في الدولة ولكن التركيز على المشاريع الإسكانية جنوب سعد العبدالله المدينة المتوقع لها أن تكون نموذجية وبنظام المدن الذكية انفرجت فيها مشكلة مياهها الجوفية وتنتظر مزيد إجراءات تنفيذ مدينة جنوب سعد العبدالله حقيقة هذه من المشاريع الرائدة في الكويت ولعل هذا يكون من أول المشاريع اللي يصنف المشاريع الذكية وزارة الكهرباء والماء تسعى جاهدة للتنسيق مع المؤسسة العامة الرعاية السكنية في هذا الشأن نعم كان فيه هناك عندنا بعض العوائق مثل مصادر المياه الجوفية وتم الاتفاق مع المؤسسة بأن يتم تكليف أحد المستشارين العالميين المتخصصين في دراسة المياه الجوفية إلى وضع الضوابط ووضع المتطلبات الأساسية لحماية هذه الآبار وعلى الضفة الأخرى مشاريع للكهرباء والماء على طريق الإنجاز فيما لمشروع العدادات الذكية أولوية في التطبيق بقادم أيام لتظل على الإنجازة مشاريع الطاقة الكبرى أحمد المسعودي لتلفزيون مجلس ترجمة نانسي قنقر